طيب ده جانب متعلق بالفريق وبالتدريبات ومش هنخش في تفاصيل فنية أكتر من كده لأن لسه عندنا موضوعات مهمة جدا أول موضوع معايا والناس دايما بتشغل بالها بتفاصيل أنا مش عارف إيه الهدف منها كلام انتشر كتير في السوشيال ميديا هو الأهل يدفع 70 ألف دولار عشان مباراة ليه هو الأهل اللي يطلب حكام أجانب وكأن الناس نسيت أن من سنتين ثلاثة كان فيه فريق طلب ما لا يقل عن 15-20 مباراة بتاقم تحكيم أجنبي دفع فيهم رقم يعني بتتكلم في أرقام خيالية وفي الآخر وقتها حتى خسر الدولي فالأهل من قبل أجازة العيد على فكرة محدد هدفه في الفترة اللي جاية لأنه كان قبل كده أعلن وقال أن المنظومة التحكمية فيها مشاكل وأن الأهل كان بيأمل أن المنظومة التحكمية تكون فيها تطور وكان بيطالب بوجود خبير أجنبي عشان يكون فيه تطوير وطبعا فكرة أن التطوير ما حصلش عشان جيه خبير أجنبي ده مش صح إحنا ممكن يحصل تطوير بس نجيب خبير أجنبي بجد يطور لكن الناس كانت بتاخد بس العنوان يقولك خبير أجنبي ما يشهد أي حد هي مش قصة برتغالي ولا يوناني ولا ألماني ولا إيطالي الفكرة أنت ممكن تجيب خبير أجنبي يطور حتى لو من الهند بس يبقى خبير بجد فالناس خدت الطلب بتاع الأهلي وجابت خبير أجنبي مع الجنسية الأجنبية أيا كان بقى هو إمكانياته إيه قدرته إيه ما كانش فرق مع أحد بس إيه نريح دماغنا هات حد أجنبي وخلاص لكن طبعا على عرض الواقع مش ده التطوير اللي نادي الأهلي كان بيطالب بيه وإحنا شايفين دلوقتي كل الأندية بتشتكي مش الأهلي بس فالأهلي لما طلب حكام أجانب طلب ونفذ طلبه وقال كلمته ونفذ كلمته والأهلي لما بيقول كلمته لازم ينفذها فالأهلي طلب أو حكام أجانب ونفذ كلام وبعت بس بعت إيه بعت لي مطش الزمالك بكرة بعت لمطش بيراميدز اللي جاي لأن كمان أنت عندك لايحة مرتبطة بموعد وبتاريخ فلازم تبعت قبلها بفترة فأنت بتتكلم في مطش الزمالك بكرة مطش بيراميدز اللي جاي سواء المؤجل من الدور الأول أو حتى المطش اللي هيتلاعب في الدور الثاني لأن المطشات هيتلاعب كلها في فترة زمنية قليلة بالإضافة لكده ممكن كمان مطش المصري اللي هيتلاعب في لقاء مؤجل من الاسبوع الثمانتاشر في الدوري على استعد برج العرب فالناس لما يتلك هو الآلي باعت سبعين ألف دولار لا هو من السبعين هو ممكن كمان يكونوا تمانين عشان مطشين ثلاثة بس الناس مش عارفها الأرقام فالناس يقول لك هو المطش ممكن ما يتلاعبش في هاي الرقم ده كله سيبوكم من قصة المطش مش قصتنا يتلاعب ولا ما يتلاعبش لكن الأهلي لما يطلب حاجة بينفذ اللي هو عايزه فطلب حكام أجانب وبعد تبقى للليحة في التوقيت المناسب ودفع القيمة المالية لمباراة واثنين والثالثة كمان فكرة بقى أصلي مطش ما يتلاعبش أصلي مطشين الثانين في النهاية الأهلي عايز تبقى للليحة العدالة عايز حكام أجانب بيحدد مباراة وإيه والاتحاد على فكرة استجاب بغض النظر عن فكرة بقى بريرا عايز إيه مش عايز إيه بريرا النهاردة دلوقتي فيه كلام كتير جدا هرد عليه في اللي جاي فده قصة الحكام الأجانب